ومن قطعها قطعته الكفاءة بالنسب لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة محمد عليه الصلاة والسلام لا وجود لذلك قال الكفاءة بالنسب واسم الشاه لا وجود له أحد قال عن ذلك كفاءة من خطبة مغيلا منتو أو منتختو وقال هذا ما هو نسيب في كفاءة بالنسب نقول له عذره لنص الأخرون إلى الحمد لله إذا لم يتأخذ ولده ولم يكن له شريكم في الملك ولم يكن له وليون من الذل والله أكبر وكبيرا والحمد لله كذرى وسبحان الله بكرة وعصيلة اللهم صد على محمد وعلى آل محمد كما صلت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمي بن جي وقفنا بالحقة الماضية عند كنا تحد هنا بإجازة عن الصلاة طلاق ما قوله أعلى أحبه على الصلواتي وصلاة المصلة وقوموا لله خاندين وأشعرنا إلى أنهم استغربنا على المهر الموري ثانية كثير منه ما يوصل لظهر مع سنتين ونصف استغرمنا بعض هذا اليه رعنا مزلنا مستغرمين بيه وطرحنا جملة من الإشكالات ومن التساؤلات وقلنا ومن هنا سنبدأ على أن المصلي على أنهم أولا على أن المبادرة إلى الطاعات مطلوبة وعلى أنه جاء في صحيح مسلم البخاري من حديث ابن مسعود سُبت رسولي حسلتهم أي عمال يحبوا يلللهما الصحابي لبدوا الفضل قالوا الصلاة في وقتها رسولي حسن مسعود على أي العمل أكثر قالوا الصلاة في وقتها أب تهمني؟ قالوا بالوالدين أب تهمني قالوا الشهد سبيل الله الشهد في الصلاة في وقتها وفي مسلم واله من حديث ابيدغ ابيدغ قال رسولي حسنه قالوا كيف أنت؟ جانت سيعد حالك إذا كان عليك أمراء يمنيتون الصلاة يعني يؤخرنا الصلاة عن وقتها قال قلتوا هل ما تأمرني فلصدت الصلاة لوقتها فراك إلى جيتل يقول داتل الله يقول حكام صلي معا فيه لك نافلا وهو يجب أن نلبي على أن هؤلاء الأمراء ما كانوا يؤخرها عن وقت الصلاة كانوا يؤخرها عن وقتها المختع هذا هو الثالث عن هؤلاء الأمراء وكثيرا حديث كثيرا حديث عبادة نصامت أيضا حديث أم فروة وحديث كثير شدة شدة مثلا تحصيل حاصل المصلي جناله حالات أربعة إما أن يصلي في أول وقت في جماعة وهنا يكون قد حاز فضلين اثنين حاز فضل الجماعة وحاز فضل أول وقت إما أن يؤخر إلى آخر وقت فالله كان حالس وقت ويصلي مفردا فهذا فضل أول وقت وفاتوا فضل الجماعة وكثيرا ما نشبره رجاج تاكي 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 ما يحان شيء إلا أنه إذا قادر الوقت باللقاء أخذ الوقت يكون مصلي هذا قادر لو هارض كانوا بشرطة وحالتها فقال ملاها فاتوا فضل الأول وفاتوا فضل الجماعة قامتوا قاعد طمس وكبر رحلة الفزيقات وتبسم مع الوقتها خلينا عليكم الحالة وطنان المهم على أنه من صلى بآخر الوقت مفردات ومن صلى بأفضل الوقت مع شماعة فقد حاسف أطلين اثنين ورقصة نوقف عند المفرد الفز راجع للمشفر الحماعة من دراكان ولا هلحان إلى آخر المختار الله لا يصد هل هي قاودان لأهل العلمي قالت جماعة من هل العلمي الأفضل له هذا الفز مثلا أنا قاعد شاتري واحدة وسبعة يشن صليح حالا نعرف عن إداز سنتين قد نشفر الحماعة يقول يشن صليح هاي علي جماعة من أهل العلمي وهو الذي درج عليه خليل بن إسحاق خليل بن إسحاق يقوله على جماعة آخر المختار الموكلة من أن هذا كلام خليل بن إسحاق ونحن نقوله أن خليليون والتانيين أخص من الملكية ونخليليون خليل يقوله على جماعة آخر المختار وهذا هو اللي عنده ابن هلال وإله هاي صار العلمي محمد الله أول مين بقوله في أول الوقت صلاة المفرد تفضل جمعا آخر الوقت يرد هذا هو المشهور من خلافي وفي خلاف في ذاك مشهور عن الأسلافين وابنو هلال في النوازل ذكر ذاك يرى ذلك من فيه نظر نعم القول الثاني على أن ننتظر الجماعة المتيقنة لآخر المختار ونحن تمشي لبعيد على أنه أفضل بالنسبة للفذ هذا هو الذي أعصر إليه أيضا الشيخ محمد علي والزيادة محمد الله عليه فقال الفذ أفضل أن يؤخر راجيا لجماعة في آخر المختار هذا الذي قد عضدوا بالنقل وهو الواري يالي تشعري من الذي تبع الإمامه وهنا يستدرك على خليل من الذي تبع الإمامه أبو المودة والمنار الساري في قوله في الموقت من تأليفه وعلى جماعة آخر المختار الحاصل على أنه هذه القضية فيها خلاف والراشح والذين أراه على أن الإنسان يصلي لعمومي قوله عليه الصلاة والسلام لبنو يشعر الثابت في الصحيح أن أفضل لعمل الصلاة لوقتها ثم أنه نتهاد قاع مشكلة مطرح هذا الرجاج الذي تم قاعدين تود السنتين من نصح السنتين حتى أنه يأزل والظهر في المابك شرط يجب أن يعلم على أنه مقط قاعات سنتين في حياته الظهر في مدينة الموانك شرط يمشي ومن الواحدة قبل 10 دقيقة غشته إلى أن يعود أكلامي في الصيف أكتوبر إلى أن يعود الواحدة و19 دقيقة يمشي الواحدة و19 دقيقة ويقوم راجع 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 إلى أن الواحدة قبل 10 دقيقة ما راجعتها بعد سنتين معلاثة الزكار قاعدة طم منزل ومنذلك كان قاعدة الناس الذين يتأذن كان يتأذن قاعدة الوقت يجيها من الحصول قاعدة تأذن الوقت أنا لا أعجز ما لا أفتي فيها دوائر معنية بهذا في وزارة وفي دوان فتواء وفي قاعدة ناس كل حد قاعدة يفترازه لكن يجيب بعد أن حد يتأكد أن ذلك حسماً لعل لعل قاعدة يتخل الوقت قاعدة الأذان في منه قاعدة تأكد أعجز لذلك رواية مطبوطة بالضبطة الشرعية إذن أعود فأقول على أن معطيات الفلك متوشرة ومتاحة وكما أنه لا يماري أحد ولا يتمردن بأنه بين بوتلميت والمعكشور مئة وخمسين كيمون والمعكشور مئة وثلاثة كيلوها هذه معطيات علمية دقيقة توصلنا إليها عندنا قياس المكان كذلك عندنا قياس الزمان وأنا متأسب على أن خارج من الناس الذين يراقب الوقت أن يقومون برمضان رمضان يراقب وقت الفطور أنا أعيدكم أيها الأخوة المسلمون المشاهدين الكرام أنكم تعودوا من ذوك الناس الذين يراقبوا الوقت اللات والفطور يراقبوه بهم الله لراعوا في التمر وراعوا في الزريك وهم نلاحظوا أن من بداية رمضان إلى نهايته تقريبا يتحرك وقت المغرب عندهم بتقريبا تقريبا يليل يمشي رمضان الغالب على أننا لا نقعدوا توفلاتنا للعقب والوقت هذا فيه نوع من التطفيف هو التطفيف في تحليل النهائش هذا البنين إذا كتابوا على الناس يستوفون لأنهم الحق لهم إذا كأبوهم أو وزنون عد الحق عليهم يخسرون يقولوا جل في علاه وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين هذا فيه نوع من التطفيف منين نعود الحق لك أنت التمر تشبايتم تزريق الحلوب تراعي فيه وقلاص تراعيق بالوقت والتفطر في الوقت منين نعود الحق عليك وفروضان ودخلنا الآن في شوية خلاص هذا ماه لايق هذا لايق أنا ما أقول قعل الناس كاملة تدنبتها لكن هذا لايق لأن الحق فيه نعمل التطفيف كما قلت ولأن الصلاة قضيتها خطيرة في الدن ولأن هي أهم وهي معروف عند السلف لنصوص الكتاب والسنة والدولة الأمرية أمر ربا خطها برضوان الله عليه الوليات عنده عادة يلقزهم اللعب خوار السلام إذا بلغه على أن بعض الوليات يؤخر صلاة والله على أنه صلاة ماهبار مربوطة ينقز ومشارهم تعميم تعميم الإدارة العمرية تقوم على أصلة ربنا أفدنا والأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجارجي قلوبنا غدا للذين أهموا ربنا إنك رب الله نقول ربنا جل في علاه أنا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته الكفاءة بالنسب لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة محمد عليه الصلاة والسلام لا وجود لذين قال الكفاءة بالنسب واسمي الشاه لا وجود له أحد قال عن ذلك كفاءة من خطبة مذنم منتو أو منتختو وقال هذا ماه نسيب في كفاءة بالنسب نقوله لعزمين لنص الأخواننا جا نقول ربنا جل في علاه